العنصرية هي المحفز الرئيس لكل تحركات الحكومة الإسرائيلية اليمينية الخسائر الاقتصادية والبشرية التي تتكبدها في صراعها المتعدد الأطراف في المنطقة لا يشغلها لأن هدفها هو تصفية القضية الفلسطينية فمن حظر الأنروا إلى ترحيل الفلسطينيين كانت القوانين الإسرائيلية حاجزا أمام إقرار السلام في المنطقة وخلال الفترات الماضية دأب الكنسة الإسرائيلي على إصدار القوانين التي تجهد حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وذلك عبر سلب الفلسطينيين سواء في الضفة أو في القدس أو في غزة من حقوقهم الإنسانية وفقا للقانون الدولي ومع انطلاق الدورة الشتوية للكنسة طرحت أحزاب يمينية مشاريع قوانين معادية للفلسطينيين من بينها قانون حظر التعامل مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة بأونروا ذلك القانون الذي يهدف إلى استهداف المنظمة الأممية الوحيدة التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو اللاجئين في شتت هذا القانون الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديا لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والشرعية الدولية وعلى راسها القرار الدولي رقم 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل ولا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي لها ولا تقدم أي خدمة للفلسطينيين ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطة إسرائيل كما صادق الكنست على قانون قدمته كتلة إتمار بنكفير يتيح لوزارة التعليم الإسرائيلية اتخاذ خطوات كبيرة ضد المؤسسات والعاملين في السلك التعليمي الفلسطيني حيث يصبح بفصل أي معلم لأسباب توصف بالسياسية أو لمجرد إبدائه للرأي أو دعم القضية الفلسطينية في العالم يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحيات سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الفلسطينيين كذلك استمرارا للعنصرية صادق الكنيسة الإسرائيلي كذلك على مشروع قرار أو مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو إلى أي موقع آخر وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يذكر من حظر الأنروا إلى ترحيل الفلسطينيين قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها هو تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة الدولة الفلسطينية لكن التاريخ دوما يقول كلمته بأن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبر على ورق